تباعة مسلسل الكتيبة 101 تباعةه أه أتفرج لسه متفرج عليه مسلسل في عداء الفنان والمخرج عمر زهران طبعا طبعا الأستاذ عمر عامل مجهود كبير بس أنا من كتر ما المسلسل ما كامل مسلسل طبعا 20 حلقة مش قادر أعتبره قوي مسلسل مص أول يعني هو لسه مستمر الفنان والمخرج وأستاذنا عمر زهران يعني موجوب معنا على التليفون فنروح سريعا ونقول له يعني منورنا وفي الحقيقة مكسر الدنيا وعمل دور أكتر من رائع يا أستاذ عمر تستملي يا أستاذي تستملي ربنا يخليك كل سنة وانت طيبين وصباح الفل عليكم يعني صباح الفل والجمال والإبداع عاوزين نعرف بقى من حضرتك مشاركتك في مسلسل الكتيبة 101 وإيه الصعوبات أو التحديات اللي وجهتك أثناء المشاركة هو الحقيقة يعني ما احترامي السؤال حضرتكم ما كانش صعوبات وكانش ممتع جدا جدا فكرة إنك تكسد شخصية عمل عسكري خاص وبطولات الجيش المصري ما فيش شك من ده كان شرف كبير جدا جدا وتهون مع أي نوع من الصعوبات بشكل عام يمكن أنا قلت أكتر من مرة أن أنا ما كنتش حاسس أن أنا بمثل خالص بالمرة وده اللي إحنا حسنا إحنا حسنا إحنا أمام شخص من المؤسسة العسكرية زي حضرت للشخصية اللي شاركت بيها في المسلسطة الحقيقة وانا يعني عندي ضعف شديد جدا جدا وعشق للأعمال العسكرية يعني وللعسكرية بشكل عام ولدي يعني احترام وعشق وحب وتقديس للجيش المصري ويعني قد كده أنا حسس بالتضحيات اللي قدمت من خلال هذا الكابوس المسمى الإرهاب وجواي أحسس بأنه لدينا كلنا أو بيحتم دعا علينا جميعا نعمل المسئولية تجاه هذه الحرب لأنه زي ما ذكرت قبل كده الناس فكرتها عن الموضوع وأنا واحد من الناس بقول بشجاعة جديدة أنه ما كانش عندي هذا الإلمام الكامل بمدى خطورة وحجم الحرب الدائرة صحيح مع الإرهاب وشأني شأني كثيرين بنتصور أنه مجموعة جماعات بجلاليب وتقول إنما طبعا لما لما حضرت للعمل وتبعت وسمعت وقريت وعرفت أنه ويمكن كثير من المصيرين يا سيد عمر كان نفس الإحساس لأننا الحمد لله في القاهرة وأغلب المحافظات عايشين في أمن وأمان واستقرار مش شايفين أو خلاص بقى الحرب اللي كانت دايرة في سيناء لأن الحمد لله استطعنا لأننا ننهي على هذا الإرهاب لكن سريعا جدا كده عاوز أعرف من حضرتك مشاركتك الوطنية الأولى في عمل وطني عسكري بنتكلم على فيلم الممر والمشاركة الثانية في الكاتبة 101 شايف إزاي أهمية الأعمال الوطنية الدرامية تحديدا اللي بتعرض كمان في رمضان ومن إنتاج الشركة المتحدة هي أهمية كبيرة جدا أنا لمستها من خلال رسائل ومتابعة واهتمام الشباب بالتحديد والولاد الصغيرين يعني اكتشفت أنه الولاد الصغيرين عندهم شغف شديد للغاية بمتابعة هذه الأعمال ودي كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي فأنا شايف أنها يعني بتخلق وعي شديد لدى الشباب ولدى الولاد الأطفال اللي احنا هنسيب لهم البلد بكرة صحيح يعني يعني مهم جدا جدا كمان أنا كنت طالبت الحقيقة وما زلت بطالب وبدعه بعمل منتاج لهذه المقاطع لمقاطع العمل كله مقاطع فيديو يتم عرضه في حصص مشاهدة للولاد في المدارس والولاد لازم تتعلم بالوقت هو إيه الإرهاب ده وإيه وإيه يعني تنقر على الجيش على مصر يعني في الحقيقة أستاذ عمر أنا هكون طماع ومش عاوز بس بقى مكلمة تليفونية أنا عاوز حقيقة شرفنا وتكون ضيف معنا في صباح الخير يا مصر عشان نتكلم على الدراما الرمضانية ونتكلم على مشاركة حضرتك المتميزة فيها سواء كانت الكتيبة 101 أو أيضا كمان سره الباتع لكن على أي حال لحين تحقيق هذا يعني الحلم بالنسبة لي حيك تكون معنا ضيف يعني ده شرف ده شرف لنا طبعا وبيتك الأول ما سبيره طبعا 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 ومازال بيتي أكيد طبعا رحيك أستاذ مين بنشكرك المخرج والفنان عمر زهران شكرا لوجودك معنا في صباح الخير يا مصر